اكد رئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الشيخ خالد بن حمود الخليفة نمو عدد السياح القادمين إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6% مع تسجيل زيادة في مدة الإقامة وصلت إلى نحو ثلاث ليالي جاء ذلك خلال جلسة نظمتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض لمؤسسات الضيافة والفنادق العاملة في المملكة لإطلاعهم على أبرز نتائج المكاتب التمثيلية السبعة التي تم تنشينها في مختلف أنحاء العالم بهدف النهوض بالقطاع السياحي والترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية متميزة وقد بيّن الشيخ خالد بن حمود خلال استعراضه لأبرز مستجدات وأحصائيات قطاع السياحة لعام 2014 أن المكاتب التمثيلية في كل من المملكة العربية السعودية والهند والصين وروسيا إلى جانب ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا قد سجلت زيادة ملحوظة في عدد وكالات السفر المروجة للمملكة والباقات السياحية والحصص السوقية وبذلك تكون المملكة ممثلة في قطاعها السياحي أمام طموح كبير في المساهمة بشكل مضاعف في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 كما تم خلال الجلسة مناقشة آليات التعاون مع كلية فاتل الفندقية التي ستسعى عند تنشينها رسميا في شهر أكتوبر المقبل إلى تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الضيافة والفندقة وتوفير فرص عمل لهم ترجمة نانسي قنقر